النهر دا نتكلم على الاركاتة ديليكسيناتات مغربة في السوق المصري ونقدر نقول لنا هاي تقدم في مقابل سهر في الوقت الحالي انا مش مقتنع اول بالكلمة Diseبت من عذا الحالي نقدر نقول لهم ما بينهم يقدم كل ما خبر سهر يبدأ للمراكعة للساعة دي سيدتكم هتتجمها هتلاقي اللينكات بتاعتها في الصندوق على الريكسينات بالنسبة ل الدريكسينات اللي معنا المراكعة بتاعتها ستحية الصندوق التجربة لكل ممتف متجدة هتلاقي اللينكات بتاعتها في صندوق열 بمتقدة هي من شركة واحدة هي شكل بي اكس ان لنقدر نقول انها لنقدر نقول نبقدم قيمة مقابل سعر غصبا عنين يعني. التوكسون الاول هو البي اكس ان البي سري برو ديكسون تاني البي اكس ان ان. طبعا كده. هنتكلم على شكل ديكسون ده ما بداية ينكلاح شكل ديكسون البي سري برو. تمام? ما تريد لها طبعا كلها تبقى من بلاستيك. عندك او شفتر. تمام? وعندك هنا. ده المفهود ان هو يعني نقدر نقول الجير او او فتيس. تمام? بس هو بياخد اه اه او ار وان حاجة زي كده. تمام? هو بياخد اسم الياه. اه واخد ار وان و ال وان. تمام كده? وطبعا المفهود ان هو عندك اربع سرعات تمام? لم تريد بالكامل من بلاستر بس كنت شايف الى حد ما الى حد ما اجابة التصنيعها كانت كويسة مقابل السعر كان الاولين ان هو كان حوالي الف يعني. بس مع رفع الاسعار مش هاب برضو كحاس الموضوع غزبا لعنده بس ان هو يوصل لحوالي ثلاثة اربعة تبقية ان الموضوع في عام صعب صعب يعني. بس هنعمل ما ما فيش دريكسونات ارخص من كده. بيجي مع دوسات تمام? بنزين وفرامل طبعا بيجي بالكامل من بلاستيك وانده قطعنا زي ماسنة تمام? ده دور تشوف طبعا الفاتح سنون براجعة كاملة متجد زي ما كنا لنا في صندوق راسك هو في اول كامل. طبعا ده بيجي بس لفة يمين بس لفة الشمال. بيجي بيو اس بي ايه تواصطره على البليستيش او على البي سي او على اللاب توب. تمام في ده? طبعا لو في حاجة لانتستطيع تقوى في مراجعات او في تجربة المنتج نفسه. النسبة ليه هو يعتبر يعني ايه? الحاجة كده الاحترافية شوية تمام? ده بييجي بيحول لك من تسعمية درجة تمام? ليه متين وسبعين درجة يعني حوالي لفتين ونص للدريكسيون. طبعا هو فيها عدن اللفة تحتوى بس كده. من جد الخامات فيها انت بتاخذ الخامات ممتازة. تحول من متين وسبعين او تسعمية درجة. ده كده متين وسبعين. طبعا احنا شفنا التصام الدرجة. فما تريد بتاعته محترم جدا مش شكل علمية البوكس والمداخل والمخارج شكلها فعلا تقيلة وخامات فعلا محترمة. من النظر الاولى هتحسسك ان ده مسلا عاسمين المسال بتاع اطفال. وده بتاع يعني شباب محترفين شوية. بيجي معك جير او بيجي بستة خيار وعندك طبعا مزورين الباركينج تمام? طبعا بيجي عندك البيدلز او الدواسات دي. واللي بتيجي كعلا هي تقيلة حرفية ان خاماتها محتزة. ان عندك خطع من فوق معدن تموم? هو ساقعة فعلا وليها كده ملمس محترم. وتقيلة وليها وزن حرفيا يعني. واندك قطع اللي بتثبت بها وطبعا النسبة للفي سري برو بيجي معك برضو القطع بتثبت بها الديكسون المختلفة شوية عن القطع دي. وطبعا بيجي معك مجموعة من الكابل زي الكابل طايب سي وكابل الميكرو يوز بي. اللي بتوصله في الدركسون عشان تشغل عليه الدراع البلستيشن بتاعه. طبعا التجربة وكل المراجعات وكل التفاصيل هاتف هو اكتر في الفيديوات اللي قمت بها اما دي كانت مقارنة ما بين اخر الدركسون اللي هو الفي سري برو والفي ناين. هل نقدر نقول فيه مسلا عيوب واجهتني مع المنتجات دي. العب اللي اعتبر اقدر انه هو واجهيني هو نقطة السعر في الوقت الحالي معرفة الاسعار كان الاسعار في الاول كانت احسن بكتير يعني الفي سري برو كان عامل حوالي سعمائة خمسين جنيه الفي جنيه. الفي ناين لما شفته وبدأت ان انا اهتم شوية بموضوع الدركسون واجيب دركسونات كان نوصل حوالي كان اربعة تاف ونصف خمسة رف حاجة زي كده. رفع لحوالي سبعة تراف جنيه. فده النقطة اللي يعني فيه من نقطة السعر بجد كتصعبة بصراحة. يعني انا ممكن ممكن اضغط اسيكة على السعر اللي هو مسلا ست سبعة تراف جنيه. ممكن. اما ان يوصل الدركسون ده في حوالي اربعة تراف ونصف. صعب 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 صعب. يعني انا ممكن ان اهدي سيكة للفي نايا. على مضض قوي. اما الفي سري برو لا انا مستحرم فيه ده اربعة تراف ونصف. بس في الوقت الحال المستحيل مستحيل مستحيل تلاقي بروكسلات ارخص من كده. فلا هو حد بقى معه بقى منتجات قديمة مسلا كسر. مش عاربة يعني ممكن. ممكن تلاقي. بس بس انا مقدش استحمل اغلاء الاسعار ده. بس الفكرة ان اغلاء الاسعار كان في كل المنتجات. مش المنتجات التقنية بس كل المنتجات حرفية. تيكات مقارنة سريعة او استعراض لدركسونات دي. ده ارخص دركسونات انا ممكن تلاقيها معوجودة في السورة ماس او ممكن تلاقيها اصلا ارخص دركسونات في العالم ايه مش افل بي اكسل. لان نقدر انها بتقدم قيبة مقابل سعر. بس معرف الاسعار يعني شيل بقى. بس بجد المنتجات دي انا كنت مستمتع بها ازا كان الفي سري برو ازا كان الفي ناين من الماتيريا. اه صح. المنسبة. الفي ناين بيجي بابليكيشن لان الفي ناين ده انت مدام انت بقى بتدفع فروس فانت هتاخد بقى كحامات محترمة مع بقى دركسيون مع بقى اا بتلا فتيس او جير مع الدواسات تاخد معها طبعا ابليكيشن. طبعا الطهرة دي فيها بدكوس. تاخد ابليكيشن تتحكم فيه بتعمل تست للزرارة الموجود هنا. لو انت رس اجاب دركسيون جديد بتعمل تست لبعض الزرارة. الابليكيشن بيديك تحكم في بعض الالعاب في بعض ان انت بتعمل تحكم في الزرارة لبعض الالعاب. طبعا هو بيديك بيعرض لك مجموعة من الالعاب. زي محاكيات الشاحنات زي مثلا ليد فريزوري التمانية. بتوضع ان انت تخصص بعض الزرارة لمهمات معينا في الالعاب. الابليكيشن فيها انت غاني وممتاز ممتاز جدا. كنت كانت سهل الفي ان والاثنين دوات من شركة بي اكسين. كان معكم محاكيات زي ما اكلمنا في بداية الفيديو. كل حاجة اللي هو في اللينك في اول كومنت او صندقص. اشترك جديد. سلام.